هاني تحياتي أبرز ما ترصد أنت حتى الساعة نعم تحياتي لكم جميعا من مدينة شرم الشيخ نعم إذن من مدينة شرم الشيخ أيضا لازالت تتواصل فعليات هذا المؤتمر الثامن أو الاجتماع السامن للبنك الأسياء والاستثمار في البنية التحتية تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عبر الحدود بناء شركات جديدة لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية تعبئة المورد لتمويل المناخ تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بأسيا وافريقيا وكذلك شركات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية والتمويل المستدامة في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة وأيضا بعض الموضوع الخاصة بتعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات وتعبئة الموالد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة التمويل البنية التحتية سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا إذن هذه العديد من الموضوعات الخاصة بجلسات والخاصة بندوات يتم إقامتها على هامش في خضم فعليات هذا المؤتمر الثامن السنوي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ودعوني أذكر حضرتكم بأنه هذا هو الاجتماع الأول وجها لوجه بين هؤلاء الخبراء بين هؤلاء أيضا الأعضاء في هذا البنك بعد جائحة كورونا وأيضا هذا يعد أحد الصوابق ذات الأهمية الشديدة بالنسبة لمصر وأيضا هذا هو الاجتماع الأول لهذا البنك ليس فقط في مصر لكن أيضا في إفريقيا ومن أجل هذا دعني أن أتناول بالحوار مزيد عن هذه الفعاليات الخاصة بهذا الاجتماع الثامن للبنك الأسيوي مع السيد تير نانو حبيب حان هو أحد الأعضاء وأحد الرؤساء للمؤسسات التمولية متعددة الأطراف العابرة للحدود وهو أحد هذه أحد أهم النقاط التي يتم مناقشتها خلال هذه المؤتمر هل تعمل على منزل في عراً طريقة الاجتماعي اشترك آل تجد كيفية حجز التمولية وكيف نعمل على مجرول التمولي تعمل على أعتقد مرح المنزل لمسرطة المنزل ايضا البعض على حدود لشعبها لك هيئتنا لنعم هذه الحضور على الجزء هذه المسؤولة العامية المسؤولة بخلقة اللغة عليها الخزر بخلقة في أفريقك كيف تقول أنه يشكر أولاً مصر لهذا الاجتماعات التي من خلالها يمكن التواجد مع الشركاء من العديد من الدول وذلك من أجل تنمية مستدامة ومن أجل يعني هو يمثل إحدى الأهم أو إحدى المؤسسات متعددة الأطراف في مجال التمويل وخاصة في البنية التحتية وهو يرى أن هذه الاجتماعات أهم لسفاقات بالنسبة للمصر والكندا بالنسبة للدول الفرقية Donc ma question porte sur comment nous pouvons encore une fois arriver à avoir une bonne infrastructure sain de l'Afrique à travers ces institutions multilatérales comme la Banque Asiatique d'Infrastructure et d'Investissement Oui absolument parce que nous avons besoin d'infrastructure dans nos pays africains et notamment l'Egypte aussi et il y a un besoin de financement de plusieurs centaines ou milliers de milliards de dollars en termes de besoin de financement et nous avons besoin que ces financements soient des financements durables avec le respect sur le climat avec toutes les catastrophes que nous avons aujourd'hui à travers toute l'Afrique en Libye au Maroc un peu partout dans le monde même en République démocratique du Congo au Rwanda etc en Sierra Leone nous avons ces catastrophes là qui sont dû aux changements climatiques alors aujourd'hui c'est important que les MDBs les development partners arrivent à travailler ensemble pour faire des développements des infrastructures durables pour que les pays puissent se développer résilients contre les changements climatiques contre les catastrophes naturelles donc c'est extrêmement important parce que nous perdons des vies humaines dans tout cela donc nous chez nous à Shelter Afrique nous sommes engagés à travailler avec toutes ces institutions à collaborer pour être vraiment la porte d'entrée pour l'Afrique pour ces institutions là pour qu'elles arrivent à jouer leur rôle de développement durable dans les infrastructures et dans le développement de nos villes à l'Afrique쪽 et tous ellesётaient le temps à la Martinique à l'Afrique qui estfrontable à 50 measurements et à l'Afrique de saying que l'Afrique est actuelle versp karşérative de l'Afrique que l'Afrique est سيريون في رواندا العديد من الدول الافريقية تواجه مشاكل وجودية مشاكل أيضا بسبب نقص البنية التحتية في مسألة ليس فقط فقدان الاقتصاد ولكن أيضا في فقدان الحياة وهذا هو دور المهم وشديد الأهمية من جانب المؤسسات التمولية متعددة للأطراف دعوني إذن أشكر ضيفي مرسي بكو بو سيت انترفيو مرسي مرسي بكو